رجعنا من التواصل من جديد أكيد مع كل مشاهدينا في كل مكان في صباح الشروق وربما تحرم بيت من الأطفال كل أسرة وكل زوجين بيحلم بأن يكون عندهم أطفال أبناء يسندوهم في المستقبل ودي مكونات الأسرة من مكونات الأسرة وحد عيقونات الأسرة الأساسية للأطفال والإنجاب لكن في بعض الأحيان بيحتاج لأن يكون في تنظيم من قبل الزوجين تنظيم لأسرتهم بناء على احتبارات كثيرة احتبارات مهنية وضع مادي أو حتى أي عاقات تؤثر على الإنجاب وتؤثر على صحة الأم وكل هذه الأشياء مرتبطة بجهات مختصة في عملية تنظيم الأسرة اليوم نتكلم عن عملية تنظيم الأسرة السودانية تحديدا وداخل للستوديو معنا الأستاذ أحلام حسن النعيم من جمعية تنظيم الأسرة السودانية فرع ولاية الخرطوم أهلا مرحبا بك أستاذ أحلام صباح الخير عليك صباح النور عليك شكرا للصطافة الله يخليك أستاذ أحلام نتكلم عن حاجة فكرة عامة عن جمعية تنظيم الأسرة السودانية نتكلم عن كيان مهم جدا في المجتمع نعم شكرا جزيلا واشكر غنات الشروق وأستاذ المشاهدين حقيقة يعني جمعية تنظيم الأسرة السودانية على المستوى الاتحادي يمكن تأسست سنة 1965 على أيدي نخبة من اختصاصية مرات النساء والتوليد على ذاك يعني وكان السبب الأساسي الأدى للتأسيس الجمعية وفيات الأمهات والأطفال كان فيه إشكالية بتاع الزعود مبكر فاتأسست الجمعية على المستوى المحلي والوطن عام 1965 وانتغلت للصفوف الدولية سنة 1972 دخلت منظومة الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة إغليم العالم العربي يمكن على المستوى الولائي تأسست الجمعية تنظيم الأسرة فرعي ولاية الخرطوم سنة 1999 برضها مسجلة في مفوضية العون الإنساني الولاية وعندها اتفاقية فنية مع إدارة المنظمات وزارة الصحة ولاية الخرطوم طيب سيدة حلم تتكلم عن المجالات المشروعات التي تعمل فيها جمعية تنظيم الأسرة السعودانية يمكن فيه استراتيجية في جمعية تنظيم الأسرة عندها محاول كثيرة جدا من أهمها تقديم خدمات الصحة الإنجابية عالية الجودة يعني يمكن ده المحور الكبير والمحور الأساسي عندنا الثاني الدعوة والإعلام الأدفوكسي العمل بتاع الإعلام عندنا الشباب المنهج الإنجابي الشامل اللي هو برضو جزئية بتختصد جزئية الشباب بجانب الأنشطة الأخرى والمشروعات اللي هي كلهم في مجاله يعني يمكن أكتر المشروعات أو أكبرها يعني الجمعية شغالة فيه مشروع الصحة الإنجابية المتكامل للمرأة اللي هو اختصار ويش ويمن انتقريتيت سيكشوال هيلس يمكن ده أكبر مشروع الآن الجمعية شغالة فيه بجانب مشروع خدمات رعات مع بعض الإجهاب للسيدات بجانب مشروع ختان الإنس مكافحة ختان الإنس إضافة لأنشطة الجمعية الأخرى اللي بتخص الشباب والمنهجيات اللي بتخص الدعوة والبحوث والإعلام يعني دي كلها مشروعات ومجالات عديدة تعمل فيها جمعية تنظيم الأسرة السودانية بالنسبة لتوجه بعض الأسر هل بيكون بصورة مباحة بدون أي تخوف أو أي مشكلات ما لقي أنه الأسرة تتوجه مباشرة لمقرة جمعية في ولاية الخرطوم وفرع ولاية الخرطوم علشان ما يكون فيه استشعارات من غبر الخبراء وتوعية وتثقيف ولا الجمعية بتكون بيقامة بعض الورش مثلا للأمهات هل في بيكون فيه ورش ميدانية في جولات ميدانية تكلمتي عن مشروع ومشاريع عديدة من ضمنها حتى مشروع الشباب إشراك الشباب في مثل هذه المبادرات المهمة وفي عملية القنبيها الجمعية تحديدة يعنيها والمجال التي تعمل فيها الجمعية كيف طيب بيكون التوعية والتثقيف بالنسبة للأمهات والتوجيه والإرشاد يمكن نحن الجمعية التنظيم الأسرة فرعي ولاية الخرطوم يمكن بتشرف على مراكز متحركة ومراكز سابتة يمكن عندنا ثلاثة مراكز سابتة واحد من المراكز موجود أصلا في مغرة الجمعية اللي هي الطائف مربع 22 ده المركز المتكامل في الطائف في تاني مركز متكامل في منطقة الشرقنين في الريف اللي هو مركزنا التعويضات المركز دي طبعا دعمة من وزارة الصحة يعني المراكز هي تعاقد مع الوزارة لكن الجمعية بدقم بالتسيير الكامل والمتكامل للمركز من توفير معدات طبية من توفير كوادر من توفير صيانة من التدريب عندنا برضو مركز تاني في منطقة الشيخ أحمد ودبدور الريف الجنوبي دي للمراكز السابتة اللي هي الجمعية بتشرف على إشراف كامل عندنا عيادة متحركة الموبايل كيلينيك دب يطلع بخارطة الاحتياجات اللي هي نحنا بناخدها من وزارة الصحة ولعتها الخرطوم لا 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 بجوب الخرطوم يعني ممكن بيشتغل على منطقة ومبدع بيشتغل على منطقة ومدرمان بيشتغل على منطقة شرق النيل بيشتغل في ريف بحري نحنا عندنا جلسات بتاع التوعية للأمهات في المركز دي سابتة يوميا بيقوموا بها مقدمين الخدمة للأمهات اللي بيجوا للتطعيم للتحصين لتلقي الخدمة عبر الأخصائي المركز دولها في اختصاصي نسا وتوليد فهم بيجوا بيلتقوا الخدمة وفيه إعلام بوال باستمرار على مستوى الكميونيتي لأنها هي مناطق ريفية شوي بعيدة ممكن بنستعين بالشباب وبالغابلات الموجودات في المنطقة هم يعني بيعملوا عمل التوعية والتصغيف الصحي والإرشاد والسيدات والأمهات في سنة الإنجاب بيطلقوا الخدمة في المراكز جميل جدا طيب أستاذ أحلى ممكن الجمعية بتستقبل يعني العديد من الحالات المرضية الباردة لكن في أي الحالات بيتم تحويل الحالات للمستشفيات الكبرى يعني نقدم لكم نعم عندنا دا سؤال طبعا مهم وعندنا النظام تحويل يعني الجمعية عندها سيستيم اسمه الريفيرال سيستيم اللي هو اتدربت الكوادر على كيفية كوادر الفطبية الموجودة في المراكز على كيفية تحويل الحالة الطارئة أو الحالة الحارجة اللي هو المركز مثلا ما بيقدر إقدم له خدمة يعني بيقول لها المصرحة الاميرجنسي فعندنا المراكز بتاعتنا دي الطبيب بقيم الحالة بقيم الحالة الصحية إذا كان ما في مالجمينت لها في المركز طوالي أقرب مستشفى حكومي بتكتب ريبورت عن الكيس وبيدوها فورما بتاع التحويل بتخصها للسيدة اللي هي محتاجة للخدمة آآ وقالبا المناطق اللي البعيدة فبنحول الحالة بعربية الجمعية وبتمشي بيمشي مع مقدمة الخدمة دايما بشيلوا الفورما والفايل الخاص بالمستفيدة ومطلقية الخدمة بيسلموها للمستشفى بعد كده عندهم نظام في المراكز بتتصلوا هاتفيا بالسيدة وبتابعوا الوضع بتاعها بعدما هي تلقت الخدمة في مستشفى الحكومي آآ كل دا يعني دور واضح من من الجمعية جمعية تنظيمة الأسرة لكن أستاذ أحلام نحن الآن أمام آآ مرض لعين جدا يعني وهذا المرض يمكن أثر على المجتمعات بصورة كبيرة جدا وآآ كل الجمعيات كل الجهات الطبية آآ كل المختصين بيعملوا على محاربة هذا المرض يمكن للجمعية دور واضح جدا آآ في محاربة مرض السرطان والله يعني 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 امكن امكن انا شخصيا مهتمة بالموضوع دا يعني كتير بجانب يعني اهتمام الجمعية بآآ الجسئية بتاع التوعب السرطان السدي امكن انا برضو عندي اهتمامات شخصية لانه المرض يعني زي ما تفضلتي انه انتشر كتير وامكن يعني في بدايته ممكن الناس يتلافى الخطر واشان كده احنا دايما عبر منافزنا السابق عبر الموبايل كيلينيك آآ التوعية بتاع الخاص بسرطان السدي دي مستمرة عندنا عمنا الانشطة المستمرة بنوعي لامهات بنعمل اه دربنا القاعدلات على كافية تقديم الكشف الزاتي للسيدة وحتى السيدات اللي بيجوا للمتاعب تحت الحوم نحنا بنورهم كيف يكشفوا كشف زاتي بجانب انه عندنا الكشف مجان في مراكزنا اللي هو بواسطة الجهاز اسمه الماسحة الضوئي بديك مؤشر اذا كان السدي طبيعي او ما طبيعي بعد كده بنطبق نظام التحويل اللي انا انا ذكرته سابقا للمراكز بس يمكن عندنا يعني التعامل مع جمعية المبادرات النسوية اللي هي مختصة بموضوع السدي ده بنحاول لها الحالات اللي بتكون عندنا يعني فاشك انه يعني ما طبيعي مثلا السيد فبنحول وبنتابع بيكون برطة اتصال لها وبنتابع ايضا الجمعية يمكن عندها كان دور كبير جدا عبر فروعها كلها الموجودة اللي هي عندنا تلتاشر فرع انتشرة في تلتاشر ولاية بنشارك في الحبلة الوردية بيكون في توعية على مستوى المدارس الثانوية بيكون في توعية على مستوى مراكزنا السابتة المتحركة بيكون برضو في توعية في الاحياء في الريف بنقدم الكشف مجاني عبر التوعي ده دايما بيكون مقدمنا الخدمة قاعدين بالأجهزة بيقدم الكشف المجاني برضو الموبايل كلين كولي يادا متحركة دي عندها دور فعال جدا بالمناسبة ممكن اتحركنا في مؤسسات برضو للسيدات عملنا كشف وبرضو الريف يعني حتى في حالات كثيرة كان تقريبا ما طبيعية حولناها للمراكز فالجهود مستمرة يعني في مسألة الكشف يعني الجمعية دورة وهاضح زي ما ذكرتها في محاربة السرطان لكن يعني يمكن ذكرت سرطان السدي يمكن الان واحد من الامراض المنتشرة بصورة كبيرة جدا ويمكن محاربتها اذا ما دم الكشف المبكر باعتبار انه هو حياة لنسبة للسيدة لكن بالنسبة للسيدة ايضا يمكن واحدة من الامراض الخطرة اللي هو سرطان عقق الرحم نعم هل فيه اهتمام برضو بالجمعية بالموضوع تحديدها خاصة نتكلم عن تنظيم الاسرة يعني والله كمان احنا في اهتمامنا في سرطان عقق الرحم اكبر من اهتمامنا للسدي ويمكن يعني دربنا كوادرنا كلها على مستوى الولايات كلها وعلى مستوى الخرطوم في اخذ المسحة مسحة العقق الرحم وكان بذكر التدريب كان في مستشفى الشوبة الجامعي على ايدي اختصاصي يعني متخصصيين ويمكن يعني الخدمة دي متوفرة في مراكزنا وعندنا اختصاصي النساء وتوليد برضو وناس المعمل برضو يتدربوا على الحيطة دي ومقدمنا الخدمة ونحن عبقى مشروعنا اللي هو شغال من 2019 حسمي ثلاثة سنين مشروع المرأة المتكامل الصحة اللي الجابية جايانا اجهزة متطورة جدا في كشف السدي ودي برضو نحن بنعلن ليها انه يعني السيدات ايجوا كشف السدي وكشف عنق الرحم وزي ما قلنا يعني البقايا او المعرفة المبكرة يعني وقايا تقنية نعم الكشف المبكر حياة دائما نعم نعم كل توفيق لجمعية تنظيم الاسرة السودانية فرعوا ولاية الخطم وكل الفروح في ولاية السودان ان نختلفه على دور الفعال تحديدا تجاه الاسرة اتجاه المرأة وتجاه تنظيم او مفهوم تنظيم الاسرة عش soldier soldier عام حسان النعيمي من جمعية تنظيم الاسرة السودانية فرعوا ولاية الخطم شكرا جميل لك شكرا لك استاذ Sur نعم